اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وعلوم الحاسب الآلي وإدارة الأعمال والآن أحضر ماجستير في إدارة الأعمال ودعواتكم لأن الفاينل يعني قرب ونسأل الله سبحانه وتعالى التي سير لنا ولكم جميعا بإذن الله سبحانه وتعالى سنأخذ عشر قواعد لإدارة الذات في الحياة وسنأخذ كل قاعدة ونأخذ عليها شيء من التمرين في بعض القواعد نأخذ عليها التمرين بعض القواعد سنأخذ فيها بعض الأنشطة الهدف اللي أنا بريد أقول لكم في نهاية هذا اللقاء اللقاء لن يكون يعني طويل نحد الأعلى لنا ساعتين من الآن والحد الأدنى إن شاء الله ساعة ونص نحاول نحن ننم الموضوع بشكل كبير جدا أمامي تحدي أني أختصر دون أن أخل بالموضوع بمفرودات الموضوع إحنا لما نتكلم الآن عن القواعد سنتكلم عن عشر قواعد بنذكر في كل قاعدة زي ما قلت لكم بعضها بنأخذ فيها تمرين بعضها بنأخذ فيها بعض الأنشطة المهم وبعضها سنأخذ بعض الإرشادات في بعضها بقول لكم في كتب في مراجع نرجع لها ليس الهدف الآن نحن نتعمق في كل قاعدة كل قاعدة من هذه القواعد هي تلقى دورة مستقلة لوحدها لكن اللي أنا أعدكم به في نهاية هذه الدورة بإذن الله سبحانه وتعالى نحن نحصل على عشر قواعد مرنة قابلة للتطبيق خلاص تحدث أثر في حياتنا تحدث أثر حقيقي في حياتنا بإذن الله سبحانه وتعالى ويعني سنأخذها بشكل يعني مختصر لكنها اختصار غير مخل بإذن الله سبحانه وتعالى نبدأ إن شاء الله القواعد القاعدة الأولى تقول اعرف نفسك قبل أن نبدأ في القواعد أنا أستأذنكم كرما أن كل واحد يعني بجواله لن في بعض التمرينات البسيطة كذا بنعرفها ونحتاج يعني ورقة وقلم فأقل من دقيقة بس حضروا الورقة والقلم لأننا إن شاء الله في النهاية بنخرج بمجموعة من الأشياء اللي تفيدنا جميعا طبعا ورقة مو ورقة واحدة يعني أوراق أو دفتر إن شاء الله من الجميع الآن يعني مستعدين يعني من قبل بإذن الله طيب القاعدة الأولى هي أعرف نفسك إحنا لما نتكلم عن قواعد لإدارة الذات في الحياة أول قاعدة هي دعوة للتعرف عن نفس دعوة إنك تجلس مع نفسك تتعرف عليها وتكتشف أسرارها أفاجئكم جميعا إذا قلت لكم كثير مننا ما يعرف نفسك النفس لا تعرف بس بالاسم النفس يعني تعرف بأشياء كثيرة جدا كثير مننا ما يعرف ما يعرف ذاته ما يعرف قدراته ما يعرف مواهبه ما يعرف أشياء كثيرة في داخله القاعدة الأولى تدعوك للتعرف على ذاتك وسنتكلم إن شاء الله يعني عن هذه القاعدة باستفادة ولن تخرجون إلا بمعرفة كيف تتعرف على نفسك لكن خلوني قبل ما أبدأ فيها أعطيكم قصة رمزية القصة رمزية اسمها قصة رمزية يعني أحيانا قد لا تكون حقيقية لكنها تعطي معنى أو هذه الدلالة اللي نحن نبراها القصة باختصار يقرن هناك قرية يعني يعبدون آلهة الآلهة هذه هم يصنعونها وفي مرة من المرات قرروا أن يصنعوا لهم آلهة على شكل فيل كبير وقرروا أن يصنعوه من الذهب الخالص وبدأوا في صناعته أمر حاكم أو رئيس تلك البلدة الجميع بالبدء في صنع هذا التمثال وهذا الآلهة بدأوا في صنعه وأنشأوا إلى أهم كبير عن هذا الإله هذا اللي صنعوه على شكل فيل الفيل هذا من الذهب الخالص ومشت فترات من الزمن هم يعبدون هذا الفيل ثم صار خلاف بين يعني هذه البلدة والبلدة المجاورة لهم وكان بيصير يعني هناك بداية حرب بينهم ويعني في مقدمات كبيرة للحرب فمن الأشياء اللي كانوا هم حديثين عليها استعدادا للحرب منها هذا الآلهة ونشبه فيه نشبه فيه أي لم يعرفوا كيف يتصرفوا في إخفائه كبير ومصنع من الذهب وهذا الآلهة الآلهة هم الآن صاروا يفكرون كيف يخنونه مع أن المفترض يكون العكس الشاهد قرروا بعدين في الأخير أنه لا يمكن إخفائه لا يمكن حملة لكن فيه حل الحل هذا أن هذا الإله المصنوع من الذهب أنهم يبدون يعني يغطونه بشيء أكرمكم الله من يعني الطين المبلل الخلب نحن نسميه الخلب مع شيء من الغوث الشاكل حتى يوهمون اللي يشوف هذا الفيل أنه مصنوع من هذه الأشياء وليس مصنوع من الذهب حتى لا يكون مطمع القرية الأخرى اللي بيبدون معهم في حر السمروا في إخفاءه فترة طويلة جدا وتعاقب جيل بعد جيل حتى ظهرت أجيال تعتقد أن هذا الفيل فعلا مصنوع من الروث ومن الطين وأن ما هو مصنوع من الذهب حدثت ظاهرة بدأت عندهم يعني الأمطار وكان من المتوقع للصبراء عندهم أنها تهط الأمطار بكمية كبيرة وأنه ممكن يمر سيل كبير باتجاه هذا الفيل يا هذا الفيل اللي أزعجهم طبعا هذا أي إلههم بالمناسبة أهل إله الآن يحمونه من الناس ويحمونه الآن من السيل أجتمعوا أهل تلك البلدة وقرروا أنهم يعني لا بدهم يحمون هذا الفيل بأي طريقة هل الجميع معي لأنه يقول لي فصل الجميع معي اللي يسمع يكتب واحد بس عشان تكون صورات طيب جميل جميل إحنا فين وصلنا مع الفيل الآن هذا السيل الكبير أو سيل قوي ممكن أن يشتاح هذا الفيل الإله طبعا يعني هم أنشغلوا بالإله بدل ما الإله مهمة أن يحميهم صار هم اللي قاعدين يحمونه المهم هذا الفيل يعني قالوا كيف نشيله خايفين أن الأمطار تؤثر عليه لأن هذه الأجياء اللي جاءت متأخرة يعتقدون أن هذا الفيل أو هذا الإله تبعهم صنع فعلا من الضوث والطين والخلق وهم معتقدين هذا الاعتقاد وأن هطول المطر بكميات كبيرة ومرور السيل أنه فعلا سيؤثر عليه قررونهم يشيلونه شكلوا لجنة برئاسة رئيس البلدة أو حاكم البلدة في تلك اللحظة ثم قرروا أنهم لابد أنهم ينقلونه إلى مكان يعتبر آمن يعني يحركونه من مكان إلى مكان على أقل مرتفع شوي يبعد من مجرى السيل قرروا جمعوا الخبراء ركبوا عليه أشياء معينة حاولوا يحركونه بطريقة معينة أثناء تحريكهم له صار فيه زي الشرح شرح بسيط قال أتركوه زي ما هو راحوا للحاكم زي ما هو أي كما هو راحوا للحاكم قالوا صار مصيبة كبيرة بدل ما نريد أن نحمي الإله صار فيه شرح وخايفين إذا حركنا أكثر هذا الشرح يعني يكبر أكثر ثم نفقد الإله تماما قالوا تركوه في الليل كأنه أنه بضميره وقرر أنه ينزل يشيك على الإله تبعه أخذ المصباح معه الضوء وراح يعني يتفقد هذا الإله ثم كان يقرب المصباح يعني يقرب المصباح بقرب الشرح هذا يبغى يشوف يعني مدى تأثيره مدى حجمه كيف الإشكاليات اللي صارت موجودة فكان كل ما قرب الإنارة النور ينعكس له قرب المصباح النور قاعد ينعكس الشرح لما شرح الشرح اللي هو الوجه والطلاء الخارجي صار النور يعني في المعدن المباشرة وصار النور فيه إنعكاس معين قال مستحيل هذا الإنعكاس يكون يعني من طين أو من روف أكيد وراه شي قرر أنه يبدأ يكسل ويشوف بدأ يكسل وشوف اللي هو الله طلع ذهب جمع الناس اللي حوله واللي كانوا مسؤولين عن هذا الأمر بدأ يكسون اللي هو الله طلع لهم هذا التمثال الكبير من الذهب الخالص واكتشفوا بعد سنين أن هذا الإله لما صنع صنع فعلا من الذهب الخالص أفاجئكم بشي القصة انتهت هنا والمغزى كما قلت لكم في هذه القصة باختصار سريع إيش تتوقعون الهدف ونحن نتكلم عن اعرف ذاته سريعا أنا أسأل باستمرار عشان أحسنكم معاي احنا قلنا هذه القصة الرمزية تحمل في طياتها دلالة ومغزى معين ما هي هذه الدلالة الحماية له من النفس البشرية الإنسان تغلب عليه اعتقادات سلبية ومنها يعني يقصد ما شاء الله ما شاء الله أنتم قاعدين ترسلون في الرسالة قاعدة تطلع على الآلة طيب الإنسان تغلب عليه اعتقادات سلبية ومنها يصدق في افتقار الامكانيات والمهارات رغم امتلاكها أحسنت يا رهف الأستاذة نورة تقول الإنسان مع تغير الزمن والمواقف اللي تمر عليه يعرف ذاته أكثر أيضا أحسنت أصل الإنسان من ذهب نوف أحسنت كذلك الأستاذة أريج تقول قيمة الشخص في داخله وليس في شكله أيضا هذه دلالة يمكن استفادة منها أخونا عبد العزيز يقول ذات الإنسان من ذهب صحيح الأستاذة خيرية أن الإنسان هو يغير فكرة عن نفسه صحيح الأستاذ فاضل لأنهم لا يعرفون قيمة الفيل الحقيقية واكتفوا بالمنظر الخارجي أحسن أخونا سعد يقول قد تكون لا تعرف نفسك بشكل جيد تبحث عن نفسك ممتاز أشكركم جميعا وأتمنى والله أني أقرأ جميع التعليقات هذا هو المقصد يا جماعة نحتاج أن نتعرف على ذواتنا بشكل كبير جدا لما أقول لكم القاعدة الأساسية هنا هو أن تعرف ذاتك القاعدة الأولى فعلا اعرف ذاتك أنت من إذا عرفت نفسك وعرفت قدراتك عرفت بالتالي كيف تحدد اتجاهاتك عرفت بالتالي هل أنت في المسار الصحيح أم في المسار الخطأ مشكلتنا أننا فعلا يعني محيطين أنفسنا شفتوا الهالة هذه شفتوا مضب الخلب وكذا لكن إحنا محيطين على أنفسنا وعلى ذواتنا الحقيقية يعني أشياء كثيرة تحجب المعنى الحقيقي لذواتنا إحنا مغطين أنفسنا باعتقادات سلبية إحنا مغطين أنفسنا بمفاهيم خاطئة إحنا أحيانا يعني ننظر إلى قدراتنا بأقل من الحد الحقيقي والجيد اللي إحنا يجب أن ننظر لأنفسنا فيه باختصار أنا أقول لكل اللي معي الإخوة والأخوات والله أن في داخل كل واحد منكم معدن من الذهب الخالص أقصد أن لديه قدرات وطاقات هائلة فقط اعرف أنت نفسك ترى لا تنتظر أحد يقول لك أنت كذا لا يجب أن تعرف أنت نفسك وأن تكتشف قدراتك وذاتك خلونا يعني أنا خلني أسأل سؤال هذا طب ليش أعرف نفسي يا جماعة أغلى ما تملك في الحياة هي نفسك هي ذاتك إذا جيت أقول لك وش رأس مالك الحقيقي رأس مالك الحقيقي هي نفسك هي ذاتك فيجب أن تكتشفها أن تتعرف عليها أن تنميها أن تطورها حضوركم هذا السيشن أو هذا الويبنار دلالة كبيرة جدا على أنك حريص على ذاتك وحريص على تطوير ذاتك وحريص على اكتشاف كل ما هو جديد وكل ما هو مفيد وكل ما هو يعني يسهم في تحسين ذاتك حضورك لهذا الدورة سيجعلك تكتشف إلى حد لا بأس به جوانب كثيرة في ذاتك وحتى أعطيكم الدلالة جاوبوا معي على هذا التمرين يعني الآن نقول القاعدة الأولى اعرف نفسك ولازمنا في هذه القاعدة تمرين أتمنى كل واحد من الأخوة والأخوات معه قلم وورقة أكتب الآن أعطيكم فيديو قيقتين خلاص أكتب أهم ثلاث أشياء تحبها وأهم ثلاث أشياء تبغضها أو تكرهها ورقة وقلم ومعاكم دقيقتين أكتب أهم ثلاث أشياء تحبها أنت أو أنت ما هي أهم ثلاث أشياء أنت يعني تحبها نحتاج إجابات في يعني جميل جميل زي الإجابات هذه الله ورسوله ووالدين طبعا أنا ما أبغاكم تكتبون الآن أشياء أخوي محمد ما أبغاكم تكتبون الآن أشياء أنا أبغاكم كل واحد يكتب في ورقة طبعا في أشياء بديهية نحب الله ونحب الرسول ونحب أنفسنا ونحب دواتنا لكن خلينا أقول لكم أشياء عشان تعرف نفسك أكثر مثلا قيدها مثلا بأشياء في العمل أشياء أنت أنت يعني ترتبط بها أنت تمارسها مثلا مثلا يعني تحب القراءة خلاص تحب الأعمال التمتيذية مثلا خلونا في هذا في هذا الاتجاه تكون أمور يعني أكثر في مجال الهوايات في مجال المواهب في هذا الإطار نحن نتكلم نحن عن الذات بشكل مباشر التي تعتبر قواسط مشتركة نحاول نحن نتجنبها قليلا وأشكر أخوي الأستاذ محمد على مشاركته أي أنا أبغاكم تكتبون كل واحد يكتب في ورقة باقي معنا دقيقة ويعني نبدأ بإذن الله الأخ مشاعر أحمد أنا أقول لأحد يكتب عشرات كرما منكم وأيضا نحاول نحن نبعد عن الإجابات مثل هذه الصدقة الأمان الحياة هذه كلها نحن ما نتكلم عن المبادئ ما نتكلم عن الثوابت ما نتكلم عن شيء نتكلم عن صفات ذاتية أنت مثلا في القراءة مثلا في الأعمال الاجتماعية مثلا في الأعمال الإدارية في الأعمال الإغاثية أعمال مهام أشياء تتعلق بجوانب المواهب القدرات في المجال هذا مجال الإيمانيات والعلاقات الاجتماعية خلونا نبعد منه على العموم أنتهى الوقت السؤال لكم جميعا السؤال لكم جميعا خلاص إحنا الآن طلبت من كل واحد منكم أن يكتب أهم ثلاث شو ما نقول لكم أهم ثلاث أشياء تحبها وأهم ثلاث أشياء تبغيظها خلاص السؤال الآن كالتالي اللي فعلا طبعا كلنا بدأنا نكتب بس من لي من لي يعتبر أنه فعلا أحداث لهذا السؤال ربكة كذا ما عارف يش يكتب يعني في كذا الأشياء متداخلة ما عارف يش يكتب بالضبط أو أني مثلا إيش الأول أو إيش الثاني اللي وجد شيء من هذا يكتب واحد الأغلب الأغلب حقيقة وهذه كانت متوقعة ترون ليش نحن لا نعرف ذواتنا بشكل يعني دقيق إلى حد كبير نحن الآن نتعلم نتدرب مثل هذه الأسلة تعطينا أنه فعلا أنا أحب كذا بس إيش الأولى طب إيش الأهم طب أنا أشوفين إيش أحب إيش أكره طب خلينا نعطيكم معلومة خلاص الآن كان عندنا قسمين الأشياء اللي أنا أحبها والأشياء اللي أنا أكرهها أو أبغضها خلاص الأشياء اللي إحنا نحبها نعطيها رقم واحد بس لا تكتبون شي انتظروا معي الأشياء اللي إحنا نحبها هذا القسم نعطيها رقم واحد الأشياء اللي احنا نكرهها نعطيها رقم كم؟ رقم اثنين السؤال الآن كالتالي وين كانت الصعوبة في أكثر إذا كانت الصعوبة عندك أكثر في جانب الأشياء اللي تحبها كان عندك صعوبة في أنك تكتب إيش تحب اكتبني الآن رقم واحد في الشات إذا كانت الصعوبة عندك في يعني الصعوبة أكثر في الجوانب الأشياء اللي تكرهها اكتب رقم اثنين طيب جميل غالبا هذا الشيء المتوقع الشيء المتوقع الأشياء اللي احنا نحبها إلى حد كبير دائما نعرفها بس الأشياء اللي ما نحبها غالبا هي غير مستحضرة في أذهبنا بشكل كبير جدا وأحيانا نحن نتحاشاها وأحيانا نحس إيش أكتب طبعا أنا هذا السؤال أول ما سألته ما عرف شكته كتبت ما أحب الكورة طيب إيش واحد من زمك كتب ما أحب الطبخ بدلنا نكتب أشياء كده ما هي دقيقة من الأشياء اللي الفعل الواحد يعني مثلا يعني الأشياء اللي هو يحبها باختصار هذا التمرين يعطينا دلالة إنه نحن لم نتعرف على أنفسنا بالشكل كافي بعد نحتاج إنه نحن فعلا نرجع نعرف أنا ماذا أحب ماذا أكره وليش هذا السؤال ليش هذا السؤال السؤال صدقوني دائما العامل النفسي له دور كبير جدا أنا لما أبذل أو أعمل أو يعني فعلا يعني أتجه اتجاه أو مجال لي في الحياة في جوانب أشياء أنا أحبها وأنا أعشقها وليه فيها شغف الإبداع يعني الإنجاز سيكون عندي عالي جدا لأن هذا الشيء أنا أحبه وأنا فعلا شغوف فيه لكن في المقابل أنا يجب أن أعرف ما هي الأشياء اللي قد تعيقني أنا أتكلم مثلا في الجانب بالجانب الإداري كثير من الناس شخصية قيادية وقيادي وممتاز لكن أحيانا تمسك بعض الأعمال الإدارية تجده مكبل ما يعرف كيف يسوي أو إنه يخفض أو أحيانا أنه قد يعطي نتائج سلبية إيش السبب؟ ينقص قدرات إدارية لا الكريزمة الإدارية ما هي عندها لا موجودة عندها صفات قيادية عندها عندها إيمان بالهدف عنده إيش عنده لما صلحت تحليل لبعض المدراء بهذه الكيفية لا بعضهم أختراف عنده خلفية عن نظام وشارب النظام شرب أحيانا قد تكون عنده سلبية في ماذا؟ في الأعمال المكتبية في الأعمال المكتبية لما يروح مثلا أكتب خطاب أو أكتب معاملة هو يقدر يكتب معاملة لكن هذا الشيء يعني يستهلك منه وقت ويستهلك منه يستهلك منه جهد كبير جدا وهذه الأشياء دائما ما تدخل مزاجها الأعمال السكرتارية عموما يكون فيها تكون عندها صعوبة لما أقول اعرف أنت ماذا تحب وأين تجد نفسك وما هو الشخص الذي تحبه أقولك انطلق فيه الأشياء اللي فعلا تجد عندك فيها صعوبة يجب أن تكملها تكملها كيف؟ أحيانا من طرق تكملها أن يكون لك مساعد شخصي السكرتاري اللي تختاره مثلا أو الشخص اللي يتشارك معك في هذا المجال يجب أن يكون شخص يكملك شخص يكملك يعني نقاط القوة اللي عندك ما يحتاج تكون عنده لكن المهم النقاط الضعف اللي عندك تكون عنده نقاط قوة حتى أنك فعلا تقدر أنك تبدع فأحيانا وإحنا ماشيين كلا بالحياة دائما ركز الشغلات اللي أنا فعلا يعني أرتاح في التعامل معها أحبها أجد أني لو صرفت فيها وقتي يعني ما عندي ما عندي إشكال إشكال كبير جدا ستتخذها للأمور معنا يعني إن شاء الله لاحقا طيب الآن هذا نموذج أستجل للأبير أيضا أحتاج منكم تكتبون معي أولا أضع كل واحد منكم يكتب ما هي إنجازاته خلال خمس سنوات مضى أنا سؤالي لك ولكي ما هي إنجازاتك خلال خمس سنوات الماضية وأنت أيضا ما هي إنجازاتك خلال خمس سنوات الماضية صدقوني نحتاج إجابات دقيقة أنا ما أحتاج نشوفها ولا نعرضها على آخرين أن كل واحد منكم سيجاوب الآن مع نفسك وإجاباتها هذه له خلاص نحن يهمنا في نهاية هذا السجن إنه يحذب في أنفسنا يعني رغبة فعلا للتغيير يعطينا يلفت انتباهنا إلى شيء معين نستفيد منه فائدة كبيرة جدا أجب لنفسك في هذا السؤال لن أسمع من أحد حتى بس نحن نضمن أن كل واحد يكتب كتابات له لأن نحتاج أن كل واحد يعني فعلا يخرج بفائدة كبيرة جدا ما هي إنجازاتك خلال خمس سنوات خلال خمس سنوات الماضية ما هي إنجازاتك دقيقة تكتبون السؤال الآخر معه تجاوز الخمس سنوات الآن ما هي إنجازاتك خلال عشر سنوات يعني إحنا رجعنا للوراء نستقر إنجازاتنا خلال خمس سنوات مضت الآن نمدد زيادة عشر سنوات ما هي إنجازاتك خلال عشر سنوات ما هي مشكلة أنا أقول الآن أكتب اللي حاضر في ذهنك أكتب الآن اللي حاضر في ذهنك يعني ما هي إنجازاتك خلال خمس سنوات ما هي إنجازاتك خلال عشر سنوات مضت أضيف لكم سؤال آخر ما هي إنجازاتك خلال العمر السابق كله ما هي إنجازاتك خلال عشر سنوات مضت جميل أستاذة عائشة أنا أتمنى كل واحد يكتب في ورقة له الأخت زهور تقول 15 سنة إذا قصدك أن عمرك يعني 15 سنة قليل لمدة يعني ما هي إنجازاتك خلال ثلاث سنوات خلاص خلال كذا يعني خلال 15 سنة إلى الآن ما هي الإنجازات إذا كان سؤالي إذا فهمت بهذه الطريقة جميل أنا الآن أحتاج منكم ما هي إنجازاتك خلال عمرك كل أنا ما أتكلم ما هو الإنجاز اللي أنت فعلا استاذة نوف معلش هذه اللغة السلبية ما نحبها لديك كثير من الإنجازات خلينا أقول لك معلك لو سمحت ساذة نوف الآن نيش تدرسين أي مرحلة طيب الآن الجامعة تخرجك من الثلوي هذا إنجاز تخرجك من مرحلة المتوسطة هذا إنجاز يا جماعة لازم يعني نعطي أنفسنا طاقة إيجابية وفعلا ننظر إلى إنجازات كثيرة طروا أحيانا عندنا أشياء كثيرة في حياتنا فيها إنجازات سواء على مستوى العائلة على مستوىك الشخصي بس إنجازات لك تحسب لك أنت إنجازك الدراسي إنجازك الوظيفي يعني إنجازك المالي التجاري هناك إنجازات كثيرة جدا يمكن إنحن نكتبها طيب خلونا خلونا بس نرجع للتمرين الآن كتبنا خمس سنوات مضت عشر سنوات مضت كتبنا العمر كله سؤالي الآن كل واحد مننا كتب خلاص السؤال كالتالي ما هي أجود هذه المنجزات أو بمعنى آخر ما هو المنجز ذو القيمة الأكبر أنت الآن حققت أشياء كثيرة يعني أفترض أن الجميع كتب أشياء السؤال ما هو المنجز ذو القيمة الكبيرة أو الفعل المنجز اللي خليني أسميه أعظم المنجزات أكتبه أو أكتبيه سؤالي الله يوفق يا أستاذ حسن جميل أستاذة عائشة الآن تقول توظفت أنا ما أعرف أي شيء في الكمبيوتر خلال خمس سنوات يعني من يعني والممارسة الحين كل الموظفين يلجعون لي في أي شيء يتعثر عليهم بالكمبيوتر هذا إنجاز عظيم بالله تحية منكم جميعا الأستاذة عائشة أخونا محمد يقول يحصوا على مشروع ما شاء الله أنا علمون أنا قلت لكم عساس ما نأخذ وقت في كل في كل تمرين يعني أقول لكم الآن الهدف من هذا التمرين هو يعني تعلق بالقاعدة الأولى القاعدة الأولى تقول اعرف نفسك جيدا خلاص اعرف نفسك ذكرنا اش تحب اش تكره بعضنا وجد صعوبة بعضنا لا ما وجد صعوبة ذكرنا الآن سجل المنجزات أو سميه سجل الأبيض سجلك أنت ما هي منجزاتك الآن أنت عايش خليني عمره 20 سنة أنت عايش 20 سنة لعمره 30 أنت عايش 30 لعمره 15 عمرك 15 سنة يجب أن تكون حياتك مليئة بالإنجازات مو بس كذا يجب أن تعرف هذه الإنجازات أنت الآن تقاعد تكتب في سجل سجلك أنت لما ترى مثل هذه الأشياء أنت قاعد تتعرف على نفسك أنا فلان الفلاني لا يكفي أنك تعرف من عن نفسك تعرف الإسم وتعرف الاتباط العائلي أعرف مكنون ذاتك وغص في أعماق ذاتك يجب أن تتعرف عليها بشكل بشكل كبير جدا طيب الآن خلونا نسأل السؤال التالي كيف أعرف ذاتي ودي أسمع منكم مشاركات كيف أعرف ذاتي كيف أبدأ أتعرف على نفسي أكثر تحليل الشخصية من خلال التجارب ممتاز أساد النورة عن طريقة التحدث مع الأشخاص ومو كل الأشخاص الأشخاص فعلاً اللي حريصين علينا ممتاز جداً بتأثيري على المجتمع اللي حولي محمد عبد العزيز بالاطلاع ممتاز أخونا أساد محمد الكعبي الخوض في العمل ممتاز التجربة أساد الزهور بتقييمها من قبل الآخرين أيها تقييم ذات من قبل الآخرين ممتاز أساد محمد مثال محاسبة وجلوس مع الذات ممتاز جداً الأستاذ أمجاد البحث ما شاء الله عليكم قاعد تكتبون فما لحق معاكم كلكم لأن الشات قاعد يطلعب بشكل سريع سنة أستاذ أمجاد البحث في المجال المحبب النفس ممتاز سارة من شاء الله ما أحب وأكره وتطويرها خلال تجارب الحياة أستاذ فاضل الأستاذة النادية مراقبة ذاتي ممتاز أستاذ أنوف تجارب الحياة أستاذ محمد الكعبي ياسر السالم اللي اسم محمد الكعبي أشكرك توقعتها أستاذ محمد أحمد سليمان الأستاذة والله ما أعرف أقرأ اسم المعدرة الناس اللي أجلس معاهم وأحب أن أجلس معاهم عهود أظن عهود محاسبة النفس محمد سليمان الشهري الظروف نوف معرفة الأثر في حالة الآخرين جميل جدا جميل جدا أشكركم جميعا على هذه المشاركات خليني أختصرها بشكل سريع كيف أعرف ذاتي أولا 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 كأعرف ذاتك من خلال ذاتك أنت النبي صلى الله عليه وسلم شيء يقول بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو أرقى معذيرة كل إنسان هو أعرف بنفسه وأعرف بذاته وأعرف بنقاط ضعفه وقوته للإجابة على هذا السؤال كيف أعرف ذاتك أولا من خلال ذاتك من خلال نفسك أنت اجلس وقته ما هي نقاط قوتي ما هي نقاط ضعفي وكيف فرص التحسين الأمر الآخر أنا أعرف ذاتي من خلال زي ما قلت من خلال الآخرين لكن ليس كل الآخرين من خلال الآخرين أول شيء ليعرفونني جيدا الأمر الثاني حريصين علي حريصين على مصلحتي حريصين على تطويري أو حريصين فعلا أني أقدم لهم أو حريصين أنك فعلا تتطور وأن يكون لك أثر فمن خلال هؤلاء اللي فعلا يعني محبي لك يتمنون لك الخير تعرف ذاتك لأنه كثير من الشباب كان يسأل أشخاص آخرين بحيان يسأل ناس من أكراني يحطمونا يذكرون الأشياء فعلا تعود عليه بشيء سلبي ليس بشيء إيجابي الأمر الآخر ذكرتوها جميعا أو أغلبكم وخذونا الأستاذ محمد الكعبي التجارب العمل أحيانا جرب نفسك في أكثر من شغل حتى تعرف قدراتك هل أنت تصلح في هذا المجال ولا ما تصلح الأمر الآخر الآخر ذكر اللي هو من خلال الإختبارات هناك إختبارات يعني مفيدة إلى حد كبير بعضها تصل نتائج تقريبا 80% فعلا تحدد شخصيات يعني أنا لو دخلتوا أنتوا على مدونة جاسم في مدونة في الإنترنت اسمها مدونة جاسم اكتبوا اختبار تحليل الشخصية مدونة جاسم أو سموه اختبار الـ MBTI هذا الاختبار يظهر 16 شخصية أنت في النهاية أو أنت شخصيتك واحدة من هذه 16 شخصية طبعا أنا اختبار موجود إلكتروني وبالإمكاننا نستفاده منه فيه اختبارات ثانية ليتحليل الأنماط أو سموناها الأنماط التمثيلية اللي هي سمعي بصري حسي فيه مقياس هيرمن أيضا موجود عننت لو كتبتم مقياس هيرمن موجودة الأسئلة وطريقة إجابتها وكيف تعبي الإجابة وكيف تكتشف شخصية اللي يعني يسمونها بوسط التفكير أنت تكتشف بوسط التفكير فعلا يعني مخطط منفذ مبدع يعني لها تفاصيل معينة بالمناسب مقياس هيرمن هذه يستخدمونها أحيانا في تحديد ما هو التخصص الدراسي المناسب لك يعني الآن ظهرت دورات كثيرة كيف تختار تخصصك الجامع يعتمدون بشكل كبير جدا على مقياس على مقياس هيرمن فيه نموذجها آخر يسمونها ديسك شخصيات دي وآي وسي ديسك ودي هذا أيضا يحدد يعتبر الشخصيات أربع شخصيات وكل شخصية لها تفاصيل معينة كل هذا الأمر أنا قلت لكم كل قاعد يعتجها دورة مستقبلة لكني أنا أعطيكم إشارات وقل لو دخلتوا على مدونة جاسم اختبار الـ MBTI يكفي جدا ستتفاجعون أنه يتعرف على شخصياتك ويعطيك تحليل عنها تقريبا بست صفحات شخصياتك لا تخرج عن واحد من ستعشر شخصيات وهذه أيضا جيدة ومهمة السؤال الآن واحد طرعت شخصياته كذا أو ثلع أحسن من شخصياته؟ الجواب لا كل شخصية فيها إيجابيات وفيها سلبيات طيب اسم الاختبار اللي يحدد تخصص طبعا كل الاختبارات تعطي انطباع تعطي وظائف تصلح لشخص معين لكن اختبار أو مقياس يسمونه مقياس هيرمن يحدد وين منطقتك بالضبط مقياس هيرمن طيب الآن أنا أحتاج منكم أحتاج منكم أول شيء يعني مشكلة دورات هذه الافتراضية ماذا تصلح لها تمارين تنشط الموجودين بس أنا أتمنى من كل واحد منكم أنه يعني يقوم يغير جلسته يعني يتحرك بس يتحرك شوي أرجوكم اللي قامه وغير جلسته يكتب واحد شكرا 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 ترى شايفك يا كعبي لا تكتب واحد انت ما قمت شكرا 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 لكم جميعا ما شاء الله السيد محمد إشفاق كاتب 11 يعني يقوم يعني ما شاء الله طيب خلوكم معي الآن أنا بشغلكم مقطع فيديو مقطع الفيديو هذا أتمنى 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 إذا حولك أي شوشرة أو أي زعاج أو أي شيء معلش ركز تماما معي في هذا في هذا الفيديو طبعا أعتذر مبدئيا قد يكون فيه بعض الميوزيك اللي ما يرغب أنه يسمع لكنه ليست بدرجة كبيرة فأنا سأشغل المقطع الآن وأتمنى أننا نتأمل حديث هذا الرجل أستاذنكم من الشات وخلونا نشوف المقطع لديه شخص أخبرتني أنني ليس أحد أصدقائك أخبرتني أنه ليس أحد أصدقائك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر المترجم للقناة 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 ترجمة نانسي قنقر 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 رهف هدف ممتاز سعد لا تكون عسينة للمحبطين الهدف ما هو هدفك في الحياة جميل جدا أشكركم جميعا كيف تحقق حلمك سيدة رغية كيف تحقق حلمك لا تتنازل عن أحلامك سيدة منال ممتاز جدا منكم جميعا أستاذنكم أن القاعدة هي حدد أهدافك بدقة ما هي أهدافك الأهداف تروا أنواع في أهداف يسمونها أهداف استراتيجية أهداف تحدد رؤيتك ورسالتك في الحياة ما هي رؤيتك ما هي رسالتك في الحياة يعني تحديدها بدقة تجعلك فعلا تنطلق نحو هدفك فاستثمر كل طاقاتك كل مواهب وتحشدها في هذا الاتجاه إذا تعرفت على ذاتك بشكل جيد ثم استطعت فعلا أنك تحدد أهدافك بدقة أكبر استطعت فعلا أنك تنطلق نحو الهدف اللي أنت بغاه بشكل كبير أنا زي ما قلت لكم كل قاعدة تحتاج دورة مستقلة لكني سأعطي المحات سريعة وأنتقل إلى القاعدة الثالثة السؤال دائما دائما يأتي كيف أحدد هدفي زي ما أجبنا على سؤال كيف أعرف نفسي كيف أحدد هدفي تحديد الهدف يكون يعني أول شيء خلقنا نتكلم عن الملامح الاستراتيجية إيش الفرق بين رؤية ورسالة الفرق بين رؤية ورسالة باختصار شديد الرؤية يعني هو هدف يمكن أن أصل له ويمكن أن أحققه على فترة زمنية بعيدة بينما الرسالة تعتبر منهج أو طريق طريق عام أعطيكم مثال يعني مثلا في الرؤية رؤيتي أن أكون مثلا مديرا أو أن أكون أستاذ جامعي هو هدف طموح ورؤية طموحة لكن بمجرد خصولي عليها أنتهت الرؤية ويمكن أن يكون لرؤية أخرى لكن رسالتي مثلا في الحياة أو الرسالة عموما مثلا هي أن أعلم الناس الخير هذا نهج هذا أسلوب هذا نمط حياة السؤالي بعده كيف أكتب أهدافي أهدافك التفصيلية أهدافك في الحياة لما أقول ما هي مواصفات الهدف الجيد أو صار يسمونها الهدف الذكي سمارت أن الهدف يجب أن يحتوي على خمسة أشياء الأول أن الهدف واضح أن يكون الهدف واضحا أن يكون الهدف قابلا للقياس ثلاثة أن يكون الهدف طموح أن يكون الهدف محدد بزمن أن يكون الهدف له علاقة بمبادك أو بأهدافك العامة له علاقة برؤيتك برسالة خلوني مثلا أن أعطيكم مثال مثال على هدف خلونا نطبق عليه باختصار أو بشكل سريع هذا الخمس معين واحد قال هدفي في الحياة أو ما هو هدفي في الحياة؟ من ضمن أهدافه في الحياة أنا أحفظ القرآن خلاص؟ أيو أيو أنا لازلت في القاعدة الثانية أنا ما تحركت منها الآن الآن السؤال إحنا عندنا الآن للهدف الجيد عشان أقدر أقولي هدفي جيد هدفي ذكي سمارت لازم يكون واضح قابل القياس طموح محدد بزمن له علاقة بأهدافي أو مبادئي العامة واحد قال أن أحفظ القرآن خلاص هدفه أن أحفظ القرآن خلوح نطبق عليه هذا المعيير هل الهدف واضح؟ في تصوري أنا بستعجل معاكم لأنني أبغى أسابق الزمن هدفه واضح واضح خلاص؟ السؤال الثاني هل هدفه طموح؟ يعني الهدف هذا يسوى أن الواحد يتعب عشانه؟ طموح ممتاز هل هذا الهدف يمكن قياسه؟ نعم يمكن قياسه في النهاية أنت حفظت ولا ما حفظت؟ ممتاز السؤال هل لها علاقة بأهدافك ومبادئك وقيمك أهدافك العليا؟ جداً ها؟ الأخير هل هو محدد بزمن؟ أحسنتم؟ لا أنا أحفظ القرآن طيب متى؟ كل مسلم كل مسلم هدفه أن يحفظ القرآن صاحب ولا لا؟ لكن لما يقول أن أحفظ القرآن خلال عامين ويحدد العامين مثلاً 1440 و1441 كذا هذا الهدف باختصار تحققت فيه الأركان واضح طموح قابل القياس محدد بزمن يرتبط بأهدافي ومبادئي العامة إن شاء الله نحن يعني وصلنا الفكرة أن نبغاها توصل من القاعدة الثانية القاعدة الثالثة أدر وقتك بفاعلية عرفنا أنفسنا عرفنا كيف نصوغ الهدف كيف نكتب الهدف يجب فعلاً تنتبه إلى هذه القاعدة أدر وقتك بفاعلية لن أخذ وقت كثير في هذه القاعدة الشكل التالي يختصر لي المقصد نحن الآن نتعامل مع وقت الوقت اللي للملك ويدور فيها شؤون الدولة 24 ساعة في اليوم الملك اللي لأقل شخص بدون أي اهتمامات 24 ساعة في اليوم نحن الآن ندير الوقت أحياناً في بعض اللي يهتمون بالمصطلحات يقول خطر تقول كيف أدير الوقت الوقت ما يدار لأن الوقت يدير نفسه بنفسه لكن أنت كيف تدير نفسك في ظل هذا الوقت كيف تدير أعمالك أمورك داخل هذا الوقت كل واحد مننا عندها أعمال وعندها اهتمامات وعندها يعني أمور كثيرة يحتاج أنه ينجزها لكن هل هي مرتبة وعارفين إيش الأولى وإيش اللي ما هو الأولى وإيش اللي يجب فعلاً أني مباشرة بنفسي وإيش اللي يجب أني ما مباشرة بنفسي وإيش الشي اللي يجب أني أهمشها تماماً من حياتي هذه المصفوفة تسمى مصفوفة الأولويات مصفوفة الأولويات إحنا عندنا هنا أنا مدري الماوس أو أنا أحرك الماوس الماوس يظهر معاكم اضغطوا رقم واحد الماوس لما أحرك الماوس يظهر معاكم ممتاز الشرائح مقلوبة الآن السلايدات مضبوطة يا جماعة مضبوطة واحد يعني دايماً كلمة نعم واحد طيب ممتاز 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 الآن مصفوفة الأولويات يعني الآن عندك أعمال كثيرة في حياتك عندك أعمال في الدوام عندك أعمال مثلاً في الجامعة أو في المدرسة وعندك أعمال أسرية وعندك أعمال مع أصدقائك وعندك أعمال يمكن بيزنس أو تجارات عندك أعمال في مهام كيف ترتبها وتحط لها أولوية هذه المصفوفة صنعت بذكاء بسيطة لكنها ذكية وعميقة جداً وأقول هذه استراتيجية خلاص عندك أشياء يعني لما تتحط الأمور اللي عندك ترتبها في شيء عاجل عاجل يعني يجب أن ينجز الآن فوراً ولا يقبل التأخير وفي شيء غير عاجل غير عاجل معناه أنه يمكن يعني تأخيره والبد يعني أو تنفيذه في فترات أخرى يعني ليس طارئ الآن وعندنا تصنيف ثاني اللي هو هام وغير هام هام وغير هام رجعت المشكلة الشرائح اختفت الآن الشرائح أنا شغاله معايا شغاله مع الجميع يا شباب وأخوات إذا نعم واحد طيب أنا ودي والله يتشوفون اشي المشكلة لأنه أنا شغاله عندي وشغاله عند الأغلب فلو تراجعون بس الجهاز اللي تستخدمونه يمكن في خاصية أو شيء نكمل عندي أشياء عاجلة وغير عاجلة وعندي أشياء هامة وعندي أشياء غير هامة المربع الأحمر هذا ربع الإلحاح أجتمع فيه إن هذا المهمة أو هذا الأمر اللي عندي عاجل وفي نفس الوقت مهم يعني عاجل لازم أخلص هذا الحين ومهم ضروري أني أنا أنجزه فهذا مربع الإلحاح التعامل معه كما تتعامل يسمونه أحيانا سياسة أو استراتيجية الطوارئ أنجز فورا أنجز الآن عمل ملح أنجز الآن خلاص طيب أحيانا فيه شغلات عاجلة خلاص شغلات عاجلة يعني موعدها الآن لكنها في المقابل غير مهمة خلاص يعني أعطوني مثال على شي عاجل بس إن ما هو مهم مربع الخداع بالمناسبة هذا المربع أكثرنا هنا أكثرنا في هذا المربع شي عاجل بس ما هو مهم الخروج النزاة فعلا مباريات يعني أنا أقول هي الآن لكن هل هي هل هي عاجلة يعني هذا وقتها خلاص لكن هل هي مهمة أم لا هي مهمة هذا مربع الخداع وأغلبنا للأسف قاعد يقضي نفسه في هذا المربع كثير 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 خلونا نرجع نرجع للتصنيف الثاني الآن بسبب شغلات أخرى انتبه 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 هذا اللي يؤخر المبدعين ويؤخر أصحاب الطموح دائما المربع الثاني الـ الـ اللي هو ربع المبادرة شي غير عاجل بس النهام أفاجئكم بشي هذا المربع مربع الأشخاص الناجحين والذين يمتلكون رؤية استراتيجية لأن لديهم خطة وفيها أعمال هذه الأعمال صفتها هامة تحقق خطتهم استراتيجية لكنها غير عاجلة لذلك هي مجدولة عندهم ويسيرون فيها بخطة بخطة ثابتة لذلك الاستراتيجية هنا إيش هنا نفذ فورا لازم لازم تنفذ وفورا خلاص الاستراتيجية هنا إيش خطط عندك أشياء هامة لكنها غير عاجلة اجعل لها خطة للتنفيذ طيب عندك الآن في المربع الثلاثة اللي ذكرنا قبل شوي أشياء غير هامة بس ما عاجلة أحيانا أشياء زي كلا للنز شغلات كثيرة أحيانا شغلات عاجلة جدا أنا كنت أضرب للشباب مثال أحيانا أنت مشغول مثلا إلى رازق والآن وقت الغداء في البيت التصوح عليك لازم تجيب بريال خبز بريال خبز إيش الاستراتيجية اللي هنا هذا المربع يمكن أن يكون يسمون الاستراتيجية فيه اسمها فوض قد ما تقدر تفوض فوض في هذا المربع لا يشغلك إذا استطعت أنك تفوض أشياء عاجلة بس غير هامة ما معنى غير هامة أحيانا ليست أنها مهمة في ذاتها أحيانا غير هامة أنه لا يشترط أنك تنتدها أو تباشرها أنت بنفسك الاستراتيجية هنا دائما فوض لازم تكون عندك مهارة التفويض عالية تعالوا المربع هذا أعطوه أسماء غير الضياع أشياء لا هي عاجلة غير عاجلة وغير مهمة مربع الضياع مربع الضياع هذا السياسة أو الاستراتيجية فيها أهمل أو أترك خلاص يعني لما نقول مثلا مربع الإلحاح مربع طوارئ شي عاجل أهام مثل الأمور الطوارئ أمور الإسعافات إصابة مشكلة في العمل معاملة مهمة مرتبطة بحدث بحدث طارئ خلاص السياسة هنا يعني أنجز فورا طوارئ باشر العمل بنفسك قف الموضوع مربع المبادرة أنه عندك أشياء هامة هامة قراءة كتاب مثلا حضور شغلة معينة ترتيب أشياء عندك أشياء تعتبر هامة إنجاز مثلا معاملات أو دراسة أو كذا هي هامة لكنها غير عاجلة الوقت لا يزال معك الاستراتيجية هنا خطط لا تتركها هكذا خطط وهذا زي ما قلت لكم دائما هو مربع الناجحين مربع الطوارئ هذا على الكل على الكل ما حد يقدر يتحكم فيه أنت لا تملك ذاتك في الحياة مئة في المئة أنت تعيش في بيئة فيها يعني نمط معين تعيش في أسرة لها نمط معين لا أحد يستطيع أن يتنبأ ما هي الطوارئ هنا الأشياء عاجلة عاجلة أي يجب أن تقام في هذا الوقت في هذا الزمن في هذا في هذه اللحظة لكنها غير مهمة يعني إن فوقت فيها أحد غيرك يمكن أن يقوم بها لا بأس إن تركتها أو أهملتها لا إشكال هذا مربع الخداع الاستراتيجية فيه فوض فوض الأعمال العاجلة والتي لا تحتاج مباشرتك وتستطيع تفويضها فوض المربع الأخير مربع الضياع أشياء ليست عاجلة وليست مهمة كل شيء يلهي يعني بعضهم ذكر الملهيات كل المواهب هو الأشياء اللي فعلا تضيع الوقت وليس لها قيمة أو فائدة طيب خلوني بس يعني أقول لكم شغلة في يعني الآن من الأشياء وإحنا في دارة الوقت الأشياء في دارة الوقت في قاعدة اسمها قاعدة باريتو خلاص القاعدة هذه تقول أنه 20% من الجهد تعطيك 80% من النتائج 20% 20% من الجهد تعطيك 80% من النتائج أحيانا يعني إذا ركست في وقتك وركست على المربع اللي لك دور فيه تصدقني بـ 20% من الجهد والبدل والعطاء ستحصل على 80% من النتائج أيضا هناك شيء آخر دائرة التأثير دائرة التأثير خلاص هذه الدائرة هذا إطار تأثيرك الدائرة هذا اللي بالأحمر الدائرة الخارجية هذه الأشياء التي لا تملك التأثير فيها لذلك مهم أنك تركز إذا ركزت دائما في الشيء اللي أن تملكه مع الوقت دائرة تأثيرك في من حولك في الآخرين في المجتمع كل ما لها إيش تتسع المهم ركز على أدوارك الحقيقية ركز على ما يجب أن تقوم فيه استغل عامل الزمن ومع الوقت دائرة تأثيرك ستصبح أكبر وستشغل حيز أكبر لكن ترى اللي أشغل عمره بالآخرين ولا ركز على نفسه ولا ركز على ذاته المجتمع والبيئة ترى قاعدة تحصر تحصر في إطار ضيق ثم يجد نفسه أنه بعد فترة طويلة لا شيء يذكر في هذا المجتمع باختصار القاعدة الرابعة تقول تعامل تعامل مع الآخرين بذكاء أنا الوقت قاعد يمشي أستأذنكم أنني سأحاول أني أمشي بشكل سريع على شاس أنهي أغلب المتطلبات ثم أترك مجال للأسئلة عموماً القاعدة الرابعة تعامل مع الآخرين بذكاء الإنسان مدني بطبعه لما قل تعامل مع الآخرين بذكاء فهذا أن كل إنسان عايش في بيئة كل إنسان يعني يقوم بدور محدد بدور معين أنت في النهاية لا تستطيع أن تنفك من بيئك من بيئك اللي هي عائلتك أبوك أمك أخوانك أصدقائك عيال جيرانك زملائك في الجامعة زميلاتك في الجامعة زملائك الموظف أو الموظفات أنت محاط بالآخرين من كل اتجاه إذا عرفت كيف تتعامل مع الآخرين بذكاء صدقني ستستطيع أن تنجح أما إذا فوضت نفسك للآخرين وأصبح أن تدار عن طريق الآخرين صدقني في لحظة من اللحظات ستنجح في جانب وتخفق في جوانب أخرى يعني لما تكلم مثلا على الآخرين أهم ناس عندك من الآخرين من أنا أتكلم إحنا بمبادئنا بقيمنا يعني أهم الناس عندنا يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الوالدين فعلا حسنتي الشراء فاطمة الأب والأم هم أهم أهم الأشخاص ثم يأتي بعدها الارتباطات الأخرى الزوج الزوجة الأبناء الإخوة الأخوات الأصدقاء الزملاء الصديقات الكذا في ترتيب معين للأسف للأسف كثير دعني ما أقول كثير في بعض الناس أنه لما تجي تشوف تعامل مع الآخرين وترتيبها لهم تجد أنه في عنده خلل عنده خلل في هذا الترتيب بعضهم يقول أبو يا أمي أحسن ناس عندي وهم رقم واحد في حياتي وهم كذا وهم كذا عائلتي أهم أهم أحد في حياتي لكن تجي في الواقع في الحقيقة أن أصدقاءه أو الأخت مثلا صديقاتها هم رقم واحد هم اللي لهم الوقت الأكبر هم اللي لهم السمع والطاعة هم اللي كذا فيه اختلال في هذا الأمر هذه القاعدة حينما تكلم عنك تدير نفسك بنجاح وبفاعلية في هذه الدنيا يجب فعلا أن تهتم بهذه القاعدة ما هي علاقةك مع الآخرين النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر ثلاث قواعد مختصرة في حديث بسيط لكنها قواعد تضبط لنا التعامل كامل تضبط لنا التعامل كامل خلاص يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما شكال لما أوصى أبو ذر قال اتق الله حيث ما كنت شوفوا هذا الحديث يجمع لنا علاقات ثلاثة العلاقة الأولى قال اتق الله حيث ما كنت هذه علاقتك أنت بالله سبحانه وتعالى الثانية اللي هي وأتبع السيئة الحسنة تتمحنها هذه علاقتك مع نفسك الثالث في هذا الحديث قال وخالق الناس بخلق حسن هذه علاقتك مع الآخرين وفي كلام يعني كثير في هذا المجال لكن خلوني أعطيكم تمرين هذا التمرين أتمنى بس من الجميع أنه يأخذ ورقة وقلم ويكتب هذا التمرين التمرين هذا عندي مهم جدا 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 ولو ما خرجنا من هذه الأمس إلا بهذا التمرين أنا بالنسبة لي يكفي وباقتدار خلاص خلونا يعني يعني خذ ورقة وقلم أرسم دائرة في المنتصف أكتب فيها أنا أنا خلاص أكتب فيها كلمة أنا يعني تصير بهذه الصورة أنا ثم باقي تكتب يعني تطلع السهم وتحط دائرة وتكتب الأشياء اللي بقولك عليها الآن الآن الإخوة والأخوات جميعا كل واحد مننا يقوم بأدوار في الحياة أكتب أنا خلاص أنا ماذا ما هو أدواري في الحياة عندي دور أنا عابد لله صح عندي دور أنا ابن أنا ابن لي أب وأم سواء أحياء صلى الله عليه يمتعهم بالصحة والعافية أو أموات أنا في النهاية هذا الدور هذا دور دور من أدواري في الحياة أني ابن أكتب معايا وكل واحد يكتب الأدوار اللي له في دور من الأدوار في حياتي مثلا أني أخ أو أخت خلاص أخ أو أخت في دور في حياتي أني مثلا موظف أو موظفة خلاص خلاص في دور مثلا من الأدوار في حياتي أني مثلا طالب أو طالبة في دور في حياتي أني تاجر عندي أعمال تجارية خلاص مثل أيش أعطون أدوار أكتب دور أيها صديق هذا دور ممتاز دور من الأدوار في الحياة أني صديق مثلا زوج أو زوجة مثال أم أو أب ممتاز ما شاء الله حفيدة ممتاز خلحنا مثلا تدخل في الأب والأم وما على والابن والبنت أيها ذكرناها صديق أو صديقة جميل خلونا بس أعطيكم بس الفكرة الفكرة وعاد كل واحد هذا التمرين ضروري يسويه يسويه لوحده خلاص أنا مثلا خلنكتب مثلا من الأدوار أحسنتي مساعدة الناس وقت الحاجة متطوع متطوع أو متطوعة خلاص خلونا نكتفي بهذا القدر أصبحت عندنا هذه الأشياء ها هذه الأشياء يعني أنا هنا وهذه أدواري في الحياة ضروري كل واحد يكتب يكتب بهذا التمرين ويصلحه مع نفسه ويعطيه وقت ويقفل جهاله ولا ينشغل بأحد الأخوة والأخوات جميعا لو ما خرجنا من هذه الأمسية إلا بهذا التمرين أنا بالنسبة لي يكفيني جدا يكفيني جدا خلاص اكتب أدوارك في الحياة طبطها كذا على الورب بورقة وقلم براحتك نسقها زي ما تبغى أحط لها ألوان أحط لها أشكال براحتك أنا يهمني المضمون يهمني المضمون في النهاية إنه هذا أنت ومحاط بعدة أدوار أدوار كل واحد منها تختلف عن الثاني أيوة في أدوار نشترك فيها وفي أدوار قد تختلف من شخص إلى آخر بعضنا أدوار عشر أدوار بعضهم أدوار ثلاثة بعضهم أدوار خمس أدوار تختلف من شخص من شخص إلى آخر السؤال هنا السؤال هنا أو الفكرة أرجو أرجو من كل واحد منكم من الحاضرين والحاضرات إنه يعمل هذا التمرين يكتب أنا ثم يكتب أدوار وبعد ذلك بعد ذلك خذ كل دور على سبيل المثال دور أخ أو أخت خذ هذا الدور واكتب فيه ثلاث أو أربع أختصر عليكم أكتب فيه هدفين فقط أكتب في كل دور من هذه الأدوار هدفين فقط يعني الآن مثلا إذا كنت أخ ما هو دورك مع إخوانك سواء الذكور أو أخواتك الإناث ما هو الدور أو ما هو الهدف اللي أنت تبغى تحققه في هذا الدور أنت في النهاية أخ أو أخت هذا الدور إيش سبت حقك فيه اكتب هدفين الهدفين هذه وفق تذكرون الهدف اللي كتبناه طموح وقابل قياس أهداف واضحة خلاص أنت كابن أهداف لوالدينك سواء كانوا أحياء فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتع والدين ووالدكم بالصحة والعافية وعمرا طويلا مديدا ومن كان مية فأسأل الله الذي لا إله الله ولا رب سوى أن ينزل عليهم في هذه الساعة وفي هذه اللحظة ينزل على قبورهم رحمة وبركة وأنسا وسعادة قلوا آمين الآن في هذا في دور مثلا ابن آبائك أحياء أو أموت ما هو الهدف اكتب هدفين تريد تحقيقها في هذا الهدف متطوع اكتب دورين أو هدفين ثم أتحققها خلاني أقول لكم لو واحد عنده عشرة أدوار لو واحد عنده عشرة أدوار في حياته وكتب لكل هدف لكل دور هدفين كم يصير عنده هدف ممتاز يصير عنده عشرين هدف هذا شخص عظيم ولا مو عظيم يا جماعة هذا شخص عظيم جدا لديك تمتلك عشرين هدف حتى تحقق النجاح بشكل متوازن في عشرة أدوار أن تمتلك الآن عشرين هدف ها باختصار خذ من كل هذه العشرين تقسمها عشر هداف حققها خلال ستة شهر الأولى العشر هداف الثانية حققها خلال ستة شهر الثانية بهذه الطريقة أصبح عندك خطة ذاتية متكاملة الأركان تجعل منك شخص مبدع وناجح في كل علاقاتك وكل جوانبك صح ولا ببساطة ببساطة أنت تستطيع بهذا الطريقة هو أن تكتب خطتك لمدة سنة لمدة سنتين أو فاجئكم أكثر تستطيع أن تكتب خطتك الاستراتيجية أنت لما تجي في كل هدف وتكتب ماذا تريد أن تكون بعد خمس سنوات وتكتبها وتقسمها على السنوات يعني مثلا دور ابن أقدر أحط لي خمس أهداف أحط لي عشر أهداف لا مانع بس أنا جماعة أقول لكم في البداية ابدأ ببساطة حتى تتملك هذه المهارة ثم انطلق بهذا التمرين إذا سوتوا بهذا الطريقة فأنا يعني أرفع لكم القبعة وأصفق لكم التحية وأهنئكم جميعا أقول أنتم تلكت خطة ذاتية متكاملة الأركان من صنعك أنت سترى بركتها لو كل سنة أنت قاعد تسوي كذا إذا طرع لك دور جديد يعني مثلا لسه تزوجت هذا طرع لك دور الزواج زوج أو زوجة تو طلع صار عندك أبناء طلع لك دور ذاني أب أو أم والحياة كل ما تقدم بك السن كل ما زادت عندك الأدوار تستطيع أن تضبطها وأن تحقق فيها النجاح بتكامل انطلقوا فالمجال يعني أمامكم فسيح للإبداع والنجاح وأصار لكم التوفيق طيب هذه أدوارك في الحياة نفس الفكرة زوج موظف نفس الفكرة طيب القاعدة الخامسة تقول كن واثقا كن واثقا أول شيء ثق في الله سبحانه وتعالى ثم ثق في قدراتك لا تترك نفسك للآخرين يقولون دائما الذي يترك نفسه للآخرين مثل الذي يدخل غرفة مليئة بالمرايا المحدبة والمقعرة بالله يتخيل نفسك أو تخيل نفسك الآن داخل الغرفة الغرفة هذه مليئة مرايا مرآة محدبة ومرآة مقعرة ومرآة كذا إذا دخلت هذه الغرفة كلما تجهت مكان ستجد شكلك بشكل مختلف تماما خلاص إذا حكمت الآخرين إنهم ينظرون لك ويتحكمون فيك وليس عندك ثقة في ذاتك صدقني أن مثلك مثل هذا اللي يدخل في هذه الغرفة ذات المرايا المختلفة أينما اتجهت لا تنظر إلى نفسك بالطريقة أو بالنظرة الصحيحة خلاص الأمر الثاني تعامل مع الفتور بذكاء لإخوة الأحوات كم واحد مننا بدأ في أشياء وقرر أنه يتغير وينطلق في مسار أين كان هذا الشيء يتغير فيه ثم بدأ بحماس وانطلق بعد فترة ضعف فتر ترك الشغلة هذه اللي يقدمر عليه الموقف هذا يكتب واحد خلاص وأي واحد منكم يكتب بدلي واحد كلنا مررنا بهذا بهذا الأمر كم واحد مننا مثلا تحمس ونزل المكتبة وشاره كتاب وبدأ يقرأ ومعاه الهاي لايت ويلخص كده في البداية وأخونا أو أختنا ما شاء الله يعني قروا أول عشرين صفحة ولا مر كم وعاد الكتاب يسمعهم خلاص يعني يشوفونها في المكتبة كذا يمرون عليه سلام عليكم طيب ذكر هتكم مني سلام عليكم هذا الموقف مر عليكم مليون في المعمر علينا جميعا ومشاريع أخرى أحيانا بعضهم يمتلك صفة أو سلوك سيئ حاب أن يغير منه يترك هذا السلوك يتجه للسلوك جيد يبدأ بعد فترة يضعف تدرش مشكلتنا المشكلة الحقيقية أننا لا نتعامل مع الفتور بطريقة طبيعية يا جماعة يا جماعة نحن عدواتنا نحن بشر في النهاية يمر علينا فتور أي عمل جاد له حماس في البداية ثم نمر بمراحل فتور المشكلة ليست في ابتداء العمل المشكلة كيف نتعامل مع هذا الفتور كيف نتعامل مع هذا الفتور هذا الملل النداء الذي يدعونا في داخلنا إلى ترك هذا الأمر النفس بطبيعتها تحب الدعاء تحب الشيء السهل البسيط لذلك سبحان الله يعني نبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا عليها طبعا إيش يقول نبي صلى الله عليه وسلم يقول حفة الجنة شوفوا الجنة شيء كبير وطموح عالي جدا قال حفة الجنة في المكاره وحفة النار بماذا بالشهوات خلينا أضرب لكم مثال من واقع الجامعة خلاص مثال من واقع الجامعة اللي يبغل طبعا من طريقة شرعية بدون غش بدون أي شي ها اللي يبغل صعب المنال يعني يحتاج أنه يتعب ويحضر ويلخص ويذاكر عمل شاك حتى أنه يحصل على هذا بينما اللي قرروا أنه يحصل على الاف إيش شو العمل اللي يجب أن يسويه ما هو العمل الشاك اللي يسويه ما في شي ما في شي يكبر رأسه وانتهينا لذلك اللي يريد أن يصنع فرق يجب أن نعرف أن سنة الله في الكون أن أي شي ذو قيمة له ثمن لن تبلغ المجد حتى تلعق ليش صبرة لابد من الصبر والمثابرة و نعرف جيدا أن لكل مجد ضريبة أن لكل مجد ضريبة الآن خلينا أقولكم في التعامل مع الفتور لو أني بقيت أقرأ طفشت مليت يوم يوم متحمس بعدها ما خلاص ما ضبطت معي يا أخي ريح ما عندي مشكة أنك تريح لكن عد عدوا اليوم التالي عد بعد يوم ما هي مشكلة المشكلة أن أول ما يبدأ معنا الفتور على طول نستسلم والله أني قدرأت مالي في القراءة لا من قريب ولا من بعيد لا عادي الأخص من هذا الصحبة اللي حوله سواء من أصدقاء أو الأخت مثلا صديقات تقول لها ما أني قد قلت لك خليك من الكذاب والفلسفة لو أنك شرأت إليك مثلا مكياج ولا شي أحسن لك من الكتاب من قيمته ما أمالك في القراءة والله ما أنت حق قراءة أو كذلك الرسال للطلاب والله يعني هذه العبارات دائما نسمعها تسبب إحباط وتسبب تأخر بينما لو أنا إذا فترت لا يمنع أني أستريح استراحة محالة ثم أعود أنا أعطيكم مثال بسيط الجامعة جامعة الملك خالد سواء بأقسامها البنين أو البنات قبل أن تكون هذه المباني اللي بناها من؟ مقاولين وعمال تخيلوا بالله هل يمكن هذا؟ مستحيل مستحيل لكنهم بدأوا بنوا إلى الظهر مروا بمرحلة يعني فتور تعب إرهاق ضروري حالة طبيعية طيحوا شوية صلوا تغدوا ثم رجعوا وكملوا إلى المغرب بعد المغرب أحتاجوا فترة راحة طويلة من اليوم التالي عاودوا المسيح يعني اللي أنا أقصده أن النجاح تروه مراحل تروه إنجازات متراكمة لا تستسلم عند أول مطب لا تستسلم عند أول مرحلة فتور عندنا يعني شيء مشاهد اللي قد شاف أطفال الأطفال الصغار لما يبدأ في مرحلة المشي يمشي ويطيح يمشي ويطيح صح أم لا؟ ومع ذلك مصير مصير إلا يتقن هذه المهارة خلاص؟ مرة يطيح يطيح عيان على وجهها يطيح على أسنانها يصير عنده أشكالات بالله يتخيلوا كذا طفل من أول طحة قال والله ماعد أمشي إيش لي وإيش للهم؟ يعني مدام هم يشيلوني وكل شيء ليش أمشي؟ لو أن الطفل سبحان الله أستسلم كذا نقول افتراض مجازي كيف يكون وضعه؟ سيكون وضعه مشكلة كبيرة عائق على نفسه وعائق على أسرته صح ولا لا؟ لكن الله أودع في هذا الطفل فطرة الفطرة هذه نحاول حاول حاول حتى تتقن هذا الأمر ومن هذا الأمر نتعلم هذه السنة لا تيأس تفتر؟ نعم تستمر في الفطور؟ لا هذه النقطة التي أنا كنت أحب أوصلها وإن شاء الله أنها وصلت بشكل بشكل جيد القاعدة السادسة تقول كن إيجابيا دائما كن جزءا من الحل لا تكن جزءا من المشكلة الطلاب مثلا والطالبات يمكن أكثرهم معنا يقولون يعني حصلت مثلا مشكلة إشكالية مثلا في دكتورة أو إشكالية في دكتورة أو أستاذة أو أستاذ أو إشكالية حتى أسرية أو إشكالية عائلية المشاكل لا نخلو منها لكن أين موقفك؟ أي مشكلة أو أي عقبة هناك حل جزء للحل وجزء للمشكلة أنت أين موقعك؟ كن إيجابيا وكن جزءا من الحل دائما الإيجابية ترى شعاع إذا تحليت بهذه الصفة الإيجابية صدقني أن أثرها عليك وعلى على الآخرين أنا آسف لازم أمشي بسرعة الوقت يمشي معي تمرين إيجابيون تمرين إيجابيون خليحنا ناخد فيه دقيقتين يا جماعة الآن أبقى كل واحد منكم اذكر أسماء أشخاص إيجابيين كان لهم أثر في الحياة أثر في الحياة عموما أو حتى لو في حياتك الخاصة أذكر أسماء أشخاص سواء عشات أو أنت مع نفسك أمي ممتاز الوالد ممتاز أسماء أشخاص آخرين يعني الآن أحنا أخذنا في جانب العائلة ممتاز أستاذي وافي عبد الله أمي وأبي وزوجي النبي صلى الله عليه وسلم جميل أسماء أخرى أحمد شقيري ممتاز معتز دكتور عبد المنعم دكتور غاز القصيبي جميل أستاذتي صالحة أستاذ حامد العملي ممتاز وقفوا يا جماعة إيش أثرهم عمر جبران إيش أثرهم ما أثرهم أكتب أثرهم ثم السؤال الملك فيسر رحمه الله طالبة معي في الجامعة رغد الشهري أثرهم في الحياة ماذا يعني أنا أقول لكم مثال كان في أغرب الدورات اللي أقدمها يذكر اسم بشكل سبحان الله متكرر شخص يعني أفن حياته لقارة أفريقيا يعني ما شاء الله تبارك الله ورحمه الله في نفس الوقت أحسنتي أستاذ راها في اللي هو من الدكتور عبدالرحمن السميت هذا شخص إيجابي ممتاز الساسرة عبدالرحمن السميت شخص إيجابي إيش أثره يا جماعة أنا ضرط عبدالرحمن السميت لأنه يمكن يكون يعني مشهور للجميع أحسنت أخي عبدالعليز بث الإيجابية طيب خلنا أقول لكم الآن عبدالرحمن السميت خلونا نأخذ المثال عشان تتضح الصورة هنا وأبغى بعدها يمكن واحد يطبق هذا التميل لوحده ذكرنا اسم الشخص الإيجابي عبدالرحمن أثره يا جماعة يحث على التطوع ملايين المسلمين يا جماعة ملايين خلاص عشرات الجامعات مئات المدارس مئات المستشفيات صح ولا لا أليس هذا أثر للدكتور عبدالرحمن السميت رحمه الله وهو شخص يعني واحد هذا أثر له السؤال أنا أريد أن أوصله صحيح أختي خير أحمد ديدات جميل الآن السؤال أنا أريد أن أسأله إيش فرقنا عن السميت أو عن غيره من الإيجابيين اللي أنت ذكرتمهم ما فرقهم عن الآخرين عن الناس الثانين والسؤال الآخر ما فرقك أنت تحديدا عن هؤلاء الجواب يكمن في أنك يجب فعلا أن تعرف ما هو الفرق فإذا عرفت تشتغل على هذا الفرق خلاص أنا أعرف أن المجال والهدف لكن أتكلم في الغاية أتكلم في الصفات الأساسية يعني الآن عبد الرحمن الصميت أنا ما أقول كل واحد مثلا يتجه للأعمال الإغافية وتطوعية لا لكن إيش اللي خلاه ينجح في صفات في صفات الطموح أحسنتي الطموح مثل إيش المصابرة البذل العطاء يا جماعة الرحمن الصمت كان دكتور طبيب ومع ذلك يعني كان يجعل 11 شهر لأفريقيا شهر بس يروح كويت هذه الفروق اللي إحنا نحتاج يعني نفهمها ونحاول نقارن أنفسنا بهم طيب خلوكم معي في هذا الفيديو في هذا الفيديو خلوكم معي خلوكم معي في هذا الفيديو كرما منكم شكرا للمشاهدة 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 اشتركوا في القناة جميل جدا القاعدة التالية تقول كن مبادرا كن مبادرا واختصار الوقت لعل الفيديو يعني وصل كثير مما اريد ان اقوله يعني انا اقول لكم الان تعرفون قصة عادي بن عادي قصة عادي بن عادي باختصار شديد جدا يقال ان هناك انسان عادي خلاص تزود زوجة ايش عادية وعاشوا مع بعض حياة ايش عادية ورزقهم الله ما شاء الله باولاد وكانوا اولادهم ايش عاديين وعاشوا زيهم زي اي اسرة ايش عادية وفي النهاية كان موظف وتقاعد تقاعد ايش عادي الخاص ومات رحمه الله ميتاش عادية ودفن رحمه الله دفنة عادية وانتهى عادي بن عادي عادي بن عادي هذا مثال حل اغلب الناس اللي يعيش ليس له دور في الحياة ليس له اي شيء اللي يعيش لنفسه وللاخرين يعيش متعبا لكنه يعيش عظيما ويموت عظيما باختصار تمرين في غمط عين ما نقدر نطبقه لكني بعطيكم فكرته اللي هو بعد هذا ماذا تنوي ان تكون في الكون في الارض في بلدك في نفسك ماذا تريد ان تكون بعد خمس سنوات اكتب ماذا تريد ان تكون بعد عشر سنوات ماذا تريد ان تكون يعني اكتب لنفسك لكن السؤال دائما كيف كيف هذه تعود لك انت اكتب واول اجابة في كيف هي ان تخطو الخطوة العملية اذا انت كتبت ادوارك في الحياة وعرفت تداخل ادوارك وكتبت لك عشرين هدف وبدأت في تنفيذها وعرفت ماذا تريد ان تحقق خالل السنة الاولى السنة الثانية انت انسان غير عادي اطلاقا القاعدة الثامنة تقول كن متطوعا كن متطوعا التطوع يجعلنا نتجاوز الذاتية نتجاوز الانا لا بد ان نقدم للاخرين شيئا وكثير يعني الآن الغرب ازعجونا الغرب الآن دراسات مراكز ابحاث مسارات حتى مسارات اكاديمية مازستير يعني ودكتوراه في مجال التطوع واحتساب التطوع وعائد التطوع في الدخل الناتج المحلي للبلد وتأثيره في الاقتصاد ويتكلمون عنه كل نظراتهم نظرات مصالح نظرات ليست نابعة من الشيء المفترض ان هي انبع من عندنا نحن نحن نمتلك دين عظيم جدا يحثنا على التطوع لا بد يقول لك او يكون لك جزء في حياتك تطوع ما هو العمل الذي تتقرب به لله متطوعا محتسبا خلاص انبس عسلم يقول الذي يخالط الناس ويسفع على اذاهم خيرا من الذي لا يخالط الناس ولا يسفع على اذاهم اعطيكم حديث والله من اول ما سمعته اشعر ان هذا من الهدايا الكبيرة اللي وجدتها في حياتي وكن دائما اقولها للطلاب بحكم عملي هنا في الجامعة اقولها للطلاب اللي يستقبلون الطلاب المستشدين الحديث فيما معناه ان البيت عسلم يقول من سار مع اخي الله خلاص في حاجة حتى يثبتها هذه الحاجة فيها مصلحة دينية او دنيوية ويرضاه الله من سار مع اخي الله في حاجة حتى يثبتها ايش معنى حتى يثبتها اي حتى تتم ايش الفضل ايش الميزة قال الا ثبت الله قدميه يوم تزول الاقدام بالله ما هذا فضل ضخم كبير انا كنت اقول للطلاب اللي يستقبلون الطلاب المستشدين لما جيك الطالب المستشد وعنده اشكالية في الجدول ما هو عارف بعض الرموز حسب نجل قاعة 72 تقسيم 1000 على اثنين خلاص يعني لما تجي انت شرح له الجدول ما ياخذ منه يمكن دقيقة يعني الان هل شرح الجدول حاجة عند الطلاب المستشدين نعم هل انت اثبت لهذه الحاجة نعم اذا باذن الله ان الله يثبت قدميك يوم يعني تزول الاقدام يوم القيامة والاحاديث كثيرة جدا اذا نحن نمتلك مخزون ثقافي معرفي شرعي اسلامي حثنا على التطوع وانا اقول لجميع الزملاء والاخوات اللي معنا اللي يعملون مع الطلاب او يعملون في اعمال تتباشر مع الاخرين حنيئا لكم والله انكم على خيرا عظيم وخير كبير جدا القاعدة التاسعة ادر مالك بفعلية احنا ذكرنا جوانب كثيرة جدا نقطة المال مهمة النبي عليه السلام يقول نعمل ماله الصالح في يد العبد الصالح هذا جانب من جوانب في الحياة الجانب المالي لابد ان تحقق القدر الكفاية فيه ولابد ان يكون عندك مهارات في ادارة دخلك المالي وده عشرين الف وده مئة ريال وده خمسمئة ريال يجب ان يكون عندك ثقافة ومهارة لادارة المال هذا اقول لكم كل قاعدة ترى دورة مستقلة المالية الشخصية هذه دورة مستقلة تماما لكن انا اعطيكم فيها يعني نقاط سريعة النقطة الاولى يجب ان تنجح في ادارة المال مستحيل تكون ناجح في جوانب كثيرة وانت عندك اشكالية في مالية كنت الشخصية لان النجاح متكامل اعطيكم قاعدتين عشان من طول القاعدة الاولى تقول القاعدة الاولى تقول انفق اقل من دخلك والدخل الباقي دخلك مثلا الف ريال ها يجب ان يجب ان تكيف مصاريفك اقل من هذا الدخل تصرف مثلا ثمانمائة ريال والدخل الباقي الميتين هذي تروح ادخار ثم اذا صار في مبلغ تتحول مرحلة الدخار الى مرحلة ليش تسمونها الاستثمار لكن ما بنضخل فيها التفاصيل فالقاعدة تقول انفق اقل من دخلك والدخل الباقي المصيبة ان البعض ينفق اكثر من دخله ويدخن نفسه في ديونه في دوامة مهلة خلينا انتقل القاعدة الثانية القاعدة الثانية تقول what you want what you need ايش ماذا تحتاج وماذا ترغب احسن تشتغل صار مد رجلك على قد الحافق خلينا اعطيكم القاعدة الثانية بس اشتكونوا معي تقول القاعدة فرق بين الاحتياجات وفرق بين الرغبات لما تنزل السوق خلاص عشان تشتري مثلا جهاز جوال هل انا ارغب فيه كرغبة في ذلك ابالغ في المواصفات وفي الاشياء ولا احتياج دائما انت جيك تشتري اي شي او بتنفق مالك في شي فرق what you want what you need ماذا تريد وماذا تحتاج ركز مصاريفك على احتياجاتك اذا باقي عندك وفرة طبع تغطي كمالية اوكي لكن اذا اردت انك فعلا تتقن المهارة ركز على احتياجاتك اعطيكم بس كتابين مثلا في هذا المجال انا نسيت والله ما اعطيكم بعض الكتب في الاولات لكن مثلا في هذا كتاب لن اكون عبدا للراتب كتاب لن اكون عبدا للراتب حتى وانطالب انصحك بقراءته في كتاب برضو ايضا جميل هذا كتاب مترجم اسمه الاب الغني والاب الفقير يعني الكتاب الاول اسمه لن اكون عبدا للراتب والكتاب الثاني اسمه الاب الغني والاب الفقير فيه تطبيق على الجوال طبعا فيه تطبيقات كثيرة بس التطبيق اللي سهل وبالعربي فيه تطبيق اسمه تطبيق مصاريف مصاريف كده لونه اخضر هذا ممتاز في الادارة المالية الشخصية وفيه تطبيقات بالانجليزي كثير يعني ممتازة ايضا طيب ناخذ القاعدة العاشرة وبها نختم وكان احد الزملاء ارسلي على الواتساب قبل بداية الدورة اسمه كتاب الثاني الاب الغني والاب الفقير فاقول لكم احد الزملاء ارسل لي في رسالة الواتساب قبل ما ابدأ الدورة بدقيقة قال انتظر ان تلخص الدورة كاملة في جملة او في كلمة او كلمتين فقلت له استمع معي للقاعدة العاشرة هي ملاكة الامر كله واخرت لأهميتها هذه القاعدة الاخيرة واللي بها اختم تقول استعن بالله إن لم يكن عون من الله للفتأ فاول ما يقضي عليه اجتهاده الاخوة والاخوات جميعا نحن نسير في هذه الحياة ونريد ان نحقق نجاحات ونريد ان نسير في هذه الحياة القدس من عادة من العرد من عادة لي وليا فقد اذنته بالحرب شي جميل ان يشعر الانسان بمعية الله وان الله معه وزي ما قال أحد الإخوة المصريين قال ضبطها فوق تتضبط تحت أنت ضبطها مع الله سبحانه وتعالى ستزين وتضبط وتحسن وتكمل كل أمورك استعينوا بالله جميعا تعلمنا في هذه الدورة قواعد عشرة أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون نافعة وفيها الخير والبركة وأن يجعلني وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسن أنا في الختام في الختام أقول لكم جميعا شكرا لكم شكرا لكل شخص حضر شكرا للزملاء في نادي الإسكان شكرا للزملاء في أعماد التعلم الإلكتروني شكرا لكم جميعا أنا أعتذر غاية العذر منكم إن أخطأت أو أخليت بشيء لكن يعلم الله أني اشتهد كثيرا 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 في إني أحاول أوصل المفاهيم بشكل يعني عميق وأيضا بشكل سريع حتى لا يعني يختل الوقت المحدد أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق وجزاكم الله خيرا وشكرا لكم جميعا أي كده أنتهت الدورة اللي حاب يطلع والشكرا لكم çokمي blues Stern بشكل سوي ce كثيرا لكم جميعا